وقال عايز يسأله لك يعني مروان حمدي وغيره الحقيقة من شاكلته يعني اهلي وزمالك ما بيقدوش يروحوا برة يبقوا حاجة جمدة جدا يعني مروان في الزمالك لم يكن قبل ما يروح الزمالك كان في مصر ما تقسم كسر الدني ايه تفسيرك لا يا يعني مش حكاية الناس تقول ضغوطات وناس تقول يعني الاتموسفير اللي هو هلقى نفسه مش يعني عادي واحد عادي في وسط نجوم اه مش عارف ايه الفرق اللي بتلعب الاهل والزمالك دايما متكتلة دفاعيا فمفيش مساحات لا يعني لكن انا عايز اقولك انه مثلا مصطف فتحية لما لقى مدرب ووظفه بشكل جيد جدا ده هدف الدوري من دور واحد يعني لعب دور واحد تاني هدف الدور اه بالزبط بالزبط كم جالجل معاك وكم جالجل يعني الشغلة ان انت توظف لعيب او تحرروا من الضغوط دي مهمة مش تهلة مهمة صعبة جدا 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 انه كمان يعني في كرة القدم الحديثة التدريب النفسي خط متوازي مع الفني والبدني كل يوم يبقى فيه تدريب نفسي كل يوم فا انت عملي يعني مثلا انت بتقول جملة في اول الاسبوع وجملة في لص الاسبوع وجملة في اخر الاسبوع تعمل جملة كبيرة تعمل تأثير على اللاعب بالزبط ما بتقولش بقى مباشر زي زمان وتجيب قاعدة وتقوله ويعمل ويقول لأ عشان دلوقتي الأفق بتاع اللعيب غير يعني المدارك بتاعة اللعيبة وانه هو يكتشفك انت كويس ولا وحش وبتكذب ولا ما بتكذبش بتثبته انت عارف انت اللغة بتاعك فبقت المسألة محتاجة دلوقتي مدربين والحمد لله عندنا يعني مدربين بدأت تبقى في المنطقة